بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أخذنا في الدرس الماضي أنواع التوحيد الثلاثة وعرفنا التوحيد وأنواع التوحيد بسم الله الرحمن الرحيم بغاة ينكي سواققا بيس كتبتين 2 بلغون 3 مسأليني ألدق توقيتين عنق تماثين وشن دولة توقيتين 3 ترزين دويت وأخذنا المشائل الثلاثة جنة 3 مسأليني ألدق كتبتين المشائل الثلاثة غير الأصول الثلاثة قلنا الثلاثة هي أسئلة القبر بل 3 مسألة ديگن بل 3 نجز امز 3 نجز ديگن بل بشك 3 نجز بل قبر داقة 3 سرو وأخذنا أن المشألة الأولى هو إفراد الله سبحانه وتعالى بتوحيد الرحبوبي وبل أسماء والصفات أمي بل 3 مسألين بل 1 تقالى بل 1 تقالى بل 1 تقالى المشألة الثانية إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة 2 تقالى الله تعالى إبادة تقالى المسألة الثالثة البراعة من الشرك و أهله 3 مسألة بل ديگن شركتن جنة شرك قلوت شوش مشركتر دن باشتار تو ألس بولو إنقسم الناز تيجاه الكفار تيجاه غير المسلمين إلى طرفين وواسط أمي أدم دار قابرلارغا قرأتا موسلمان أميسترغا قرأتا اكي اكي چكتن اشقان اكي طرف جنة أرطو أرطو بلو تيجاه الكفار قسم يتعرض الكفار بالقتل والسب والشتم والتفجير برينشي بولو عشا شابقن برينشي بولوك بر تراو ديگن بولار والشترغن 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 برينشي بولوك الظهر الصحيح أن نكون وسط أمي تورالغا بول تورا جول بوسط بول orطو لكن مع هذا لا نتعرض لهم لا بالقتل ولا بالسبب ولا بش أخذ الأموال ندعوهم إلى الله نخاف عليهم من النار نتعرض لهم نفس المسلمين نعم نفس المسلمين نحن لدينا القسم الأول من هذا المتن المسائل الأربع نعم نحن لدينا كتب في المتن المسائل الثلاثة واخذنا لماذا ندرش التوحيد هذا القسم الثالث لو كان عندنا إنشان أخذ هذا الهاتف المحمول مثلا من النهر يأخذ ماء بالتهاتف هكذا ويشرب ويأخذ هذا الهاتف ويأخذ هذا الهاتف ماذا نقول عنه؟ ماذا نقول عنه؟ مجنون نقول هذا الجهاز ليس لشرب الماء نقول هذا الجهاز ليس لشرب الماء هذا الجهاز للاتصال مثلا رسائل كذا هذا الجهاز ليس لشرب الماء طيب نحن خلقنا لماذا؟ هل خلقنا للأكل والشرب؟ هل من هل من المكثبين؟ هل من المكثبين؟ هل من المبكثبين؟ نعم هل من المبكثبين؟ لا، هذا الوصد كلها جدنا على المملكة للhost إلى الله والذي يشتغل في هذه الدنيا بغير عبادة الله سبحانه وتعالى هو مجنوم مثل الذي يأخذ التليفون ويشرب به الماء من النهر مثلا إذن خلق الله سبحانه وتعالى الخلق لغاية وهي العبادة سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى